تخيل أنك تصرف 80 ألف ريال على لعبة وكثير من التفاصيل تكشف عن نوت 20 بعضها رهيبة وبعضها الشركات لقيت شيء جديد تتسابق فيه بدلا عن عدد البكسلات وله دخل بالبطاريات وأخيرا والحلقة الماضية ذكرت أن أبل مرة تحط شاحن مع آيفون لكن توقعوا إيش صار كانت التفاصيل وأكثر بنتكلم عنها بهذه الحلقة ومرحبا أدام حياكم الله في حلقة إيضا من سلسلة تيك فويس الإخبارية قبل كل شيء أحب أن نوح على الشغلة المهمة جدا لاحظتها بعد ما كثير كلمني فيها الفترة الأخيرة الفيديوهات هي تيك فويس مما انقضعت هي مستمرة لكن للأسف لاحظت بأن يوتيوب غيروا سياساتهم صار وما يرسلون تنبيه لمتابعينا يبدو أن هذا الشيء بدأ يصير لكثير من القنوات خصوصا القناوات القديمة فاللي الآن لازم يصير عشان يوصلك تنبيه بأنه نزلنا فيديو شديد لابد أنك تفاعل الجرس فحبيت نبيه على هذا الشيء اللي مهتم يا ليت أنه يفاعل الجرس عشان يعرف جديد نبدأ بالخبر الأول وهو خبر غريب صراحة مراهق هندي صرف أكثر من 80 ألف ريال على لعبة بوب جي وهذا الصار تم عن طريق أن يستخدم فيزا أمه وأبوه أكثر من فيزا فعليا أكثر من بطاقة لأكثر من حساب بنكي وجلس يمخمخ وينوع بينهم لأشهر على الأساس ما يحسون بأن المبلغ كبير وقد يسددونه بشكل سريع جدا بعد ما اكتشفوا هذا الشيء وحسبوه لقوا بأن المبلغ ضخم جدا 80 ألف رقمرة كبير وكل المبلغ اللي كانوا مجمعينه لسبب ما أعتقد لسبب صحي أو ما شابه طار على بوب جي سؤالي لليوم كما أكبر مبلغ صرافته على الألعاب وننتقل للخبر الثاني وهو خبر الحمد لله مفرح السباق بين الشركات كان على عدد البكسلات السباق على عدد البكسلات في الكاميرات يبدو أنه سينتهي قريبا لأن الشركات قررت أن تنتقل إلى السباق الجديد هذه المرة بالواطات في الشحن شاومي راح تطلق شاحن مية واط ثم فيفو عانت عن شاحن مية وعشرين واط ثم أوبو الزبدة عانت عن شاحن مية وخمس وعشرين واط جاءت أونور قالت استريحوا كلكم استريحوا عندي شاحن ميتين واط تخيلوا كل هذا صار تقريبا في سبوع واحد شيء ما هو طبيعي طبعا كل التعليقات اللي وصلت لنا واللي انتشرت عالميا تترحها مع البطارية هل هي تأثر على البطارية ولا لا نعم ولا وفيها نقاش مرة جديد كبير لكن بالغالب هو النعم لأنه لما أنت تضغط بطاريات ليثيوم فهنا يصير مشكلة خصوصا مع الحرارة هي أيضا أحد الأشياء اللي تأثر على البطارية هو الموضوع طوي جدا وما راح أشرها في حلقة إخبارية مرة في تفاصيل كثيرة جدا ننتقل الخبر اللي بعده أبدا احتمال أنه تطلع آيفون رخيص ويقال وصديقي رخيص يقال أنه أرخص من 300 دولار الآن بيطلع سعره 299 دولار حركات الشركات كلها العالمية لكن الزدة حتى لو كان 299 هذا المبلغ يعتبر منخفض جدا يعني يعني نتكلم عن 1200 ريال 1200 ريال آيفون جديد ب1100 ريال هذا يعتبر سعر خرافي صراحة مع أنه الخبر يقول بأنه احتمال يكون أقل من ذلك يعني نتكلم ما بين 200 دولار إلى 300 دولار لا هذا الخبر ما تأكد لكن احتمال أنه يكون بمعالج A13 ويكون احتمال من ضمن فئة SE وبيطلع في بداية السنة الجاية لكن يقال واحدة من الأشياء اللي تخلي أبل تفكر بهذا الشي هو أن آيفون SE يحقق نجاح مبهر يعني تخير خلال فترة كورونا باعوا ما بين 12 إلى 14 مليون جهاز خلال فترة كورونا فترة كورونا اللي كل الشركات تعطلت شركات كبيرة فلست سامسونج خفضت مبيعاتها 30% وكثير شركات ثانية عانت وما باعوا بين 12 إلى 14 مليون جهاز يعتبر رقم ضخم في هذه فترة ثم سامسونج عندهم مؤتمر قريب راح يعلم فيه عن مجموعة من أجهزة الجديدة أبرزهم هو Galaxy Note 20 Note 20 Plus وكان فيه خبار تقول في Note 20 وخبار تقول لا راح تعاني عن سماعاتها الجديدة ساعتها الجديدة ونسخة الجديدة من Z Flip هو الجيل الأول ليس الجيل الثاني لكن احتمال أن يكون فيه شوية تطويرات لكن تعرفش اللي يجمع بين كل هذه الأجهزة هو لون واحد جديد لون برونزي هذه الأجهزة كلها بما فيها الساعة والسماعة راح تجي باللون الجديد واللي أكد هذا الشيء هي تشويقة سامسونج للمؤتمر اللي تحمل هذا اللون لكن فيه شيء ثاني يأكد الموضوع بشكل أكبر ويأكد بشكل كبير جدا أكثر ما تتصور وهي سامسونج نفسها كيف يعني؟ سامسونج تعيد الحركة السنوية في نشر الجهاز بالغلط ضمن موقعها ولكن هذه المرة ضمن موقعها الروسي سبق وتكلمت عن هذه الحادثة عمونا الأهم أنه تسربت أسعار الجالاكسي نوت 20 وأنا متأكد أن كثير منكم مهتم الشيء الحلو أنه وقالنا بالنوتين يقال أنها راح تصير أرخص بمقدار 40 دولار بس لو ناخذها بشكل منطقي فما توقع أن النوت بيصير أرخص من الجالاكسي S20 غالباً مو غالباً دائماً عودتنا سامسونج بأنه النوت يكون أغلى من فئة S20 لكن في شيء آخر طلع قبل تسجيل هذه الحلقة مباشرة وهو غبي صراحة راح تسوي سامسونج شيء مو كويس حتى محبي سامسونج ما راح يحبونه أو فعلي ما حبوه طبعاً الجوار راح يستمر بمعالجهم 990 اكزروا 990 واحد من أكبر المسربين قال بأنه ما في أي دليل لوجود معالج آخر محدث مثل ما وشيعي خلال الفترة ماضية ولحظة أنا عارف أنه هذا الشيء راح يزعجل بعض بس مو هذا هو الجزء المزعج المشكلة اللي كانت خلال الفترة الماضية أنه سامسونج دايماً يطلع نفس الجوال مثلاً S20 النوت أي جوال بفئتين معالج سناب دراجون يطلع للسوق الأمريكي وربما بعض الأسواق زي كوريا مؤخراً وآخر هو أكزونوس لكل العالم وللأسف أنه هذا أداء أقل من كوالكوم أداء أقل في الأداء أقل في السرعة أقل في الكاميرا أقل في كل شيء حتى حتى طريقة معالج تلصورة وهذا الشيء خلق كثير يستاءون والأسوانتي تصار فيه بعض مشاكل إضافية مثل الحرارة الآن يقال بأنه هذه الفجوة بين الأداء الأكزونوس وكوالكوم راح تزيل والسبب بأنه سامسونج راح تحط معالج محدث من الأكزونوس وبالتالي إذا كانت هذه الفجوة بين الأثنين مثلاً في نسخة الأسوانتي فالآن راح تصير الفجوة بهذا الشكل راح تصير أكبر وحتى أكبر محبي ومسربي سامسونج أعلق على هذا الموضوع كان موزع جداً بكل الأحوال سامسونج راح يكون مؤتمر للإطلاق هو يوم 5 أوغس ما عندبقى شي عليه راح نشوفه إيش راح يكشفون عنه الخبر الثاني هو خبر أحزنني بصراحة جوجل للأسف اشترت شركة اسمها نور فهذه الشركة عندها نظارات واقع معزز واللي يعرفني يدري أني مهار راحب أبغى أي مشروع نظارات واقع معزز ينجح للأسف أن أكثر الشركات دخلت هذا المجال فشلت هذه الشركة أنا لاحظتها قبل فترة مرة بسيطة وكنت ناوي أشتري نظارتهم لما دخلت الموقع على أساس أشتري لقيت أنهم يجهزون لإطلاق الجيل الثاني من هذه النظارات فقلت أوكي خلاص دمهم بنزلون قريب وحتى قالوا اللي يبغى يسجل في هذا المشروع يسجل وكيد إني سجلت قلتها بنتظر للأسف جوجل راحت في آخر لحظة واشترت هذه الشركة وللأسف حذفوا كل شيء من موقعهم يتكلم عن الجيل الثاني كل شيء حتى القائمة اللي الناس سجلت فيها اختفت ما يدل وين راحت ويبدو أنه ما راح يكون في جيل ثاني عمو أن دام جوجل شرتها احتمان نودع هذه الشركة للأسف وخلال الفترة الماضية تكلمتوا أنه أبل راح تشيل السماعة والشاحن أوكي راح يبقى السلك بس الشاحن للناس اللي يسألون هل هو بيتشيل السلك اللي يقومون يوجد الشاحن بيروح تكلمت عن هذا الموضوع في الحلقة الماضية طيب تخيلوا أي شيء اللي صار الآن صار شيء صراح هو مو بمستغرب طلع خبر بأنه سامسونج تفكر أيضا أنها تشيل الشاحن الشي الحلو بأنه ما راح يكون مع النوت الجاي للجاي للجاي لا لا هذا خلاص قيتقرروا قيتحطوا في الصندوق ويتجهزوا والشاحن وكل شيء لكن راح يصير ابتداء من العام القادم 2021 يعني خلينا نقول تقريبا مع الجالكسي ايش بكل اسمه 30 21 عموما من بداية السنة القادمة سامسونج أيضا ما راح تحط الشاحن في الصندوق معه فسواء كان عاجب كذا الشيء من أول سواء أنت كنت من الناس يتقول اوه أنا مع البيئة وأصلا ما تفرق معي فالمفروض أنه الآن يبقى أو يستمره نفس رايك مفروض شوكم في فيديو القادم إن شاء الله هل ستشترك معنا بالقناة لمزيد من الأخبار التقنية شوكم في فيديو صح لا تنسى تفعل الجرس الجرس مع السلامة